والسيليك ومريم المهزومة يكونوا بغيات الدولة الناس دي يعني او ده عصر الانحطات نفسه فيبقى المواطن السوداني الفطن اللبط العظيم ما يقيف في المحطات دي كتير ما تقيف كتير سبت انه نحن في عصر الانحطات في كل الاتجاهات رغم انه الانحطات ده يعني الام كتير علينا وبندفع ثمن الدماء في دارفور وفي اي موقع تاني وبندفع ثمن مزلة في محطات مختلفة في كل المواقع وما في انحدار وانحطات في تاريخ الدولة السودانية كهذا الذي نعيشه نحن الان الامارات كلها كلمة في الدولة السودانية ونحن عظم ساكت حمردعين عرضنا علي ملكة الملكة فيكتوريا وقتها في بريطانيا انه ازوي جواب يونيس والدد كيم ساكت ما في امكانيات قدر بريطانيا لكن ده يدل ليك على انه الشعوب دي جواها عظيم جواها عظيم وما شايفة لا زول اكبر منها لكن يعني الشعوب تمر بفترات انحطات كما الحضارات الحضارات تمر بفترات انحطات وتنهض مرة اخرى الثورة السودانية هذه هي التي ستعيد الدولة السودانية الى مكانتها المرموغة بين الدول بالحديث عن امر الامارات هناك اسئلة مطروحة هناك مبادرة جديدة قد ما يكون الناس سمعت بها الامارات عندها مبادرة لتوحيد الجيش السوداني الامارات كان عندها مبادرة لحل احتيارات دين المحتلة من الاحباش الامارات عندها وجهة نظر وطروحة للحلول والتسوية والاستثمار في تلك المنطقة الحديثة الان انو اقول ليك انا هو ده عصر الانحطات الحديثة الان انو الامارات عندها مبادرة لتوحيد الجيش كيف اتخلق جيش وطني قومي دي ما قادرين عليها السودانيين رغم انو تقدمت الورقات الرصينة والاشياء المهمة جدا والدعوة كانت للموضوع ده بعد الثورة مباشرة كانت الدعوة قدمها السودانيين وصلاة في انو يا اخي المسألة دي لابد من توحيد الجيش ووجود الميليشيات في المظاهر الوجودة العسكري في المدن ده شيء شائه ما بيشبه الدولة السودانية ولا بيشبه الاشياء نحن بنصب لها والحضور لي حضور العساكر في الماء والاسئلة الكثيرة دي كلها بتبقى في المسألة بتاعة التحديد دي تحديد وتوحيد الجيش بيبقى السؤال الاول كيف نتعامل مع فوضى الوظيفة الامريكان يعني انت يا رئيس الجنجويد والبرهان وكل على قمة الدولة المنحطة في حاجاته كلها في قيادته تحديدا الانحطات هو في القيادة بتاعة الدولة السودانية ده اللي بتمر بالعان كيف انت تقبل ال 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 وفد الكونغرس الامريكي يجي ويقولك توحيد الجيش وعندك السودانيين من سنين من سنين والميديا دي حافظوا كل الحاجات قاعدة انا واحد منهم قلت لك الموضوع ده المفروض يدعمل من بدري جدا من بعد طوالي بعض السقوط مباشرة سقوط المحفل ليوم الليلة انت مبتسمع زول لكن جي سمحت حسا ولما اندخلوا ال 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 الاماراتيين كمان عندهم كمان عندهم مبادرة عشان يوحد جاي يا ربي خبرتهم شنو العسكرية الناس ديل معرفتهم شنو بالسودانيين اصلا ومعرفتهم شنو بتركيبتنا ذاته حسا القبلية والاثنية والمناطقية والثقافية كل المسائل اللي نازل معرفتهم بين شنو عشان يوحدوا لينهم جيشنا اشوف المافيزول بيتكلم ليك في حاجاتك الحساسة وإلا يكون عنده كلام عليك يكون هو السيدك مسيدك بشكل او اخر من خلف ستار او بشتريك او اي حاجة زي دي يعني الناس حسي ما فيزول يقدر يجزم بانه الامارات ادت فلان فلان قروش ما بدا قدر تجزم لكن بقدر اجزم لما انت بتكون بس بتسمع للمحل اللي يعني السبب شنو بخليك تسمع توجيهاته هي حاضرة في كل حواراتنا الداخلية الداخلية هي حاضرة في يوم ما رقوا الداخل وناسنا يمشوا لها في غراية احوال في السياسة لانه ما فيزول بيسلموا قروش جدها من الناس او في التلفزيون بيقول بيع ترابك او بيع وطنك او هكذا يعني عصر الانحطات ده متواصل في انه كيف زول يجيد الكتابة والقراءة مثل الدولة السودانية والدولة مليانة بروفات بروفسرات خليك من وخليك من مستر ديجري خليك من بكلاريوس وخليك من دبلومات وخليك من شهادات ثانوي وخليك من شهادات وسطة وخليك من ده كله اهو ده عصر الانحطات عشان يكونوا في الغادة الحكماء الموجودين يقودوا الدولة اخرين بشنوبة طول بندقية بش هو واخوه يتكلموا في الشأن السوداني بكله بجاحة وقلت ادب وما ناس ما بتعرف تقول اي كلام يعني ما عنده اي امكانيات في اي حاجة حاسم جقلب من الامريكان قالوا الكلام ده طبعا احنا كلامنا ما عنده مكانة لانه احنا ما عندنا نقروش ولا عندنا نسلاح نتغضبه ولا عندنا نقروش نشتري بازول عشان يسمعوا كلامنا ويوحدوا الجيش بالعمق الوطني المفروض كان ودي قضية داخلية الجيش ده قضية حساسة جدا وقضية داخلية جدا يعني ما ننتظر فيه يجو ورون الناس كيف اي نستفيد من البيوتات والخبرات العسكرية العالمية زي ما قلت قبل كدا لكن ما ننتظر زول ادينا التوجيهات ما احنا ده نبني بلدنا ادينا التوجيهات عشان لنا نكون جيش ده ما فضيحة هسا يا برهان باحتبارك انت زول عسكري مشيت في التدرج العسكري ده لحد دي ما وصلت المحلة دي وصلتها تخرجتها يعني ما ده حق من حقوقك الناس بتحفظ الجوانب دي ده حق من حقوق الناس كلهم اتدخلوا الكلية وتخرجوا وصلوا المرحلة دي وحق من اي عسكري مشى عبر الغنوات الطبيعية انو تيجيها اخرى وتقول لك واحد جيشة ودعالا وريك انت واحد جيشة كيف دي في مهانة وما زال اكتر من دي ويقوم رئيس الجنجويد اميس يقول والله يا اخي احنا ما في جيها بتملع علينا ما في جيها بتملع عليك لانا جيتها دوق فريق اول ركبت فريق اول بطول بندقيتك وما في زول في مسيرة السياسة دي من الانحطاب بتاع الدولة السودانية على مستوى السياسة ده بدأ ما في زول سأل زول ده قالت وصلتها للوظيفة دي كيف وصلتها للدرجة دي جابي ده وانت زوله ده عارة تكتبوا تقرح قاعدوا درسوك ستة وسبعة شهور والدراسة ستة وسبعة شهور ما بتحلك ما بتحلك عشان تمثل دولة عظيمة زي دي في محافلة لكن نقبل احنا بالفترة الانحطاب دي ونقبل بي عفوا نقبل بي بالكوارس دي لكن السؤال بيبقى غايم الامارات اللي بدخيله شنو في ترتيب جيشنا الداخلي برهان جابوا الانسائل اللي رغم انك تتا بتاع الحركة الاسلامية والضباط المعاق الكوار القاعدين بتاع الحركة الاسلامية جابوا الكلام ده الامارات دي ما ضد الحركة الاسلامية اصلا جاد عشان تنسي فكيدي فكرته هذا المحور السعودي الثاني لكن لما انلقاك اتو ملقاكم قاعدين ممكن تقبلوا بأي توجيهات يبقى احسن يشتغلوا معاي محور عشان يحققوا حاجاته دولة قلت لك طرنبة بتاع البنزين في عالم سماء دولة سماء الامارات ياخي الغيرة بتاع تكون وين الوطنية وين اتو السودانيين السؤال ده بيازال غايم وعزليه جابه بيان بعمل المواطن مغيف في كل المشروعات حكومة تشرع والافراد تشرعوا في قضايا مهمة قضايا مهمة قضايا استراتيجية وكبيرة جدا يعني ما قضايا عابرة وقضايا بسيطة يمكن التماشي معها قضايا كيف تحكم الدولة السودانية قضايا كيف يدار امرنا نحنا داخليا من غير تدخل امارات ومن تدخل اي محور من غير تدخل امريكي من غير تدخل اي زول النازل المده ان يدعون لكن في اشياء حساسة انت ما بتلمسها في قضايا مهمة جدا انت ما عندك مع اي علاقة جيش امن داخلي ادار الدولة انت دا ما عندك مع علاقة ياخي دي حاجات حقتنا نحنا نديرها نحنا بطريقتنا لكن حسا في زمنا الحطات دا بتدار الاشياء عبر الناس دين هم اللي بيديروا الاشياء دي الشعوب السودانية مغيبة كليا مغيبة كليا ما عندها اي راي في اي شي ما في ظهر برجعلها في اي حاجة في حاجة مهمة جدا الغضايا الاستراتيجية زي قضايا الدستور وغضايا التشريع وغضايا العلاقات الدولية وغضايا القضايا الكبيرة دي يعني دي المفروض يستشار فيها الشعوب السودانية زي ما قال محمد الامين الغنى الكبار دا يعني يا فضيل ما ايزوا يعني خلوه لمحمد الامين قال الغنى الكبار دي الغنى الخفيف انت خليك في محطات بتاع تساعة المرأة دي وتمسيلك الكل مليان ايساعة للمرأة خليك في المحطة دي بعدين الحاجة اللي بتعمل في دي نصيحة لوجه الله تعالى ما عندها علاقة بينها ما عندها علاقة يعني ان احنا نترسى اللي مقطع احنا ما قاعدين نعمل المرأة هكذا ما قاعدين نهينا المرأة سكتي وبطلق حسة وكلام زي دا دي ما اخلاق سوداني محترم الدراما بتحكس الواقع بتاع الناس بواقع المجتمعات دي الدراما للناس اللي مشوا قرروا لها معاهد وتعلموا وانا احتكيت بيوا الناس محدد الموسيقى والمسرح سلام كل الشباب يعني الناجحين في هذه الامور ونجحوا في بلدان تانية الناس اللي مشت درسة الدراما بتحكس واقع الناس هل احنا واقعنا يهودا اي محلل روائي او مسرحي او قيرو يشوف الحاجات ان بيعمل فيها جزولة لهبا بتبقى يعني يهودي حالتنا نحنا انا المقطع رسولي مضحك يعني مضحك مبقي مقطع مضحك مبقي اه معاهم ومشسلة السودانية قاعد معاهم هو بيقول لها انا بطلق كحاسة خلاس امشي ايتي قاعدة تسويشنو وهي تقول لها دي فوتا وقاعدة معاها في السرير افتك انو المقطع دانا شافوه المرأة السودانية ما هكاش ما في مرأة سودانية اه يعني بتكون بالتصور ده يعني ما هاملات كانت كانت دير عظيمات تقول لها امشي والله بتفوت بتفوت والله لو تمشي الشارع بيركبوا رأس لانه ناسها صنين ورأس مربيين يعني ما في دي ما المرأة السودانية وده ما الرجل السوداني اللي انت بيتمثله بانه بيزيه للمرأة وبيسياه وهكذا يعني هناك من يقول عفوا هناك من يقول انه اه المسألة دي كلها ملها ملها في الوقت المحدد والناس اه هي في اتجاه يوم تسع عشرين واحد من اخطر التواريخ في الدولة السودانية انا ما افتكر انه الشعوب السودانية هي بسازاجة بمكان بانه كوك الترفع عليهم اي موضوع وهم يتلهوا بيوه ايوا بيتناولوا المواضيع لكن في نهاية الامر عارفين مرابط فرس وين عارفين انه القصاص مربط فرس مسبحة القيادة العامة مربط فرس الدولة المدنية مربط فرس الدولة الديمقراطية الهبرالية اللي هي تمشي للانتخابات والحد دي مرابط فرس البرهان المفروض يتنحى للمدنيين دي مرابط فرس دي حاجات سابتة الناس عارفاها لكن بيتيجي غضايا هي ملاهي اي نعم في الاوقات الحساسة دي لكن خلينا الناس تلغي بعض الضياء على بعض الاشياء بشكل سريع يوم تسع عشرين انا اتكلمت عنه بوجهة نظر واضحة جدا وده رأي شخصي جدا ما عنده علاقة بمجموعة ولا عنده علاقة بايشي ولا حتى حوارات مع اي زول في الموضوع ده انا من وجهة نظري الخاصة جدا كسياسي المفروض يوم تسع عشرين للطابير عن رفضنا لانحطاط الدولة السودانية وعدم تنفيذ القصاص وعدم محاكمة فرد واحد من المحفل لحدنا على الليلة وعدم تسليم البشير وعدم الاشياء كلها مستحقات الثورة كلها ما تحقق منا اي شيء وعلى رأسها اليوم تسع عشرين ده الشهداء فضل مجزرة منذ ازغط هذا النظام ومن قبل الثلاثين عام ماذا نرجع عليها الناس منهكة ومتعبة من المفترض انك انت الاجواء انا ما عارف شكلها اشنو هناك تبقى ببيتك حفاظا على روحك حفاظا على اشياء كثيرة جدا مربط الفرص في هذه الدعوة انه نحن نعمل شيفتنج للغيادة ثورة اخواننا الان محتاجة لغيادة ركزوا معاي حصلت اختلافات كثيرة جدا افتكر انه الكامنا مهم اختلافات كثيرة جدا في مسألة القيادة وتشتتنا لفترة طويلة مجموعات تدعو للخروج ويحصل خروج ويحصل تتريس في مناطق باهت باهت لا يشبه الثورة ونحن ما دارين نعمل لنا عمل باهت يقلل من شأن الثورة ويقلل من مستقبلة ده حاجة مهمة جدا الناس البفروض تنتبه لها انتباه كامل لذلك احنا لما نعمل الاحتصام الاضراب بالبيوت ده الناس سوعد في بيتها ما في زونه يطلع اصلا ايوه نعم فيه اشياء مسبغة في انه اسر الشهداء ماشين يفطروا في القيادة نفطر في القيادة ليه؟ سؤال كبير جدا لو اسر الشهداء القيادة دي نحنا محلة يعني ماشينا عشان نكون فيها نحتمي فيها وزبحنا فيها نحتمي فيها وزبحنا فيها دي ممكن يكون فيها محل لجنتي مجهول من الشعوب السودانية ومن الشباب محل بس لجنتي مجهول ما بتعرف تاني حاجة تانية دي ما حتة الناس بتمشي عشان تقعد فيها مرة اخرى احنا نمشي تاني لجيش في محلاته نمشي الخونا دي تاني نفطر عندهم هناك ونعزمهم فطور اخوانا يعني كيف تحكمون الاستشاريات القاعدة بتاعة اسر الشهداء والمسائل دي؟ الشهداء هم ما حقين الوسر دي اصبحوا حقين الشعوب السودانية كلها يبقى اتخاذات الغرارات اخوانا تبقى اتخاذات شاملة واتخاذات غرارات مجتمع احنا من يوم تسع عشرين ده وجهات نظري انه احنا نمشي بالقصة دي ونشكل غيادة جديدة غيادة جديدة تتدارس الامور وتقود الثورة من سكراتش من الصفر داني بلانه نحنا خلاص وصل الانحطاط حدوده الاخيرة لك عشان نحول ده ونغير ده يجب اننا نترتب في صف واحد تحدست الى مجموعة كنت معهم في الواتساب انه يا اخوانا احنا محتاجين ننقول الغيادة احنا محتاجين نعمل غيادة جديدة الغيادة الجديدة تبدأ بقراءة يوم تسع عشرين ده اذا نجحنا في اننا كلنا احتراما اللي هولاي الشهداء في السودان كل السودان انا اتكلم عن خارطوم سودان كل السودان الناس دي تقعد في البيت احسن ومن بعد ذلك نبدأ في التفاوض والحديث والحوارات في اننا نصنع قيادة جديدة لانه المعركة ستتواصل نبدأ بحسابات الكورونا ونبدأ بحسابات الحوار الكبير ونبدأ نتكلم في المسائل دي وكيف ندير معركتنا مع هالاء الخوانا تيم كله خاين ما فيه اي كلام والباب يتفتح كله صباحا لمصرعيه والتدخل في الشؤون السوداني الدقيقة دخلت الامارات في الجيش الان فيبقى يا اخوانا دي الفكرة الان طرحت من اجلها ان الناس تبقى بالبيت حفاظ على حاجات كثيرة جدا حفاظ على حاجات كثيرة جدا لانه الان في فوضى لا يعلم ايلا الله عربات لحد الليلة ماشية من غير نمر نهيب ومجموعة من الناس الفوضى اللي حاصلة في الدولة السودانية فيبقى الاسلب انه في كل السودان في كل السودان الناس تبقى في بيوتا دي وجهات نظرية خاصة جدا وقد يعودوا لها الناس زي ما حمدوا كل مرة الحياة اللي بخوتها الاف الترابيس بالسنين يرجع لك لها بعد سنة او بعد سنة ونص يرجع لك للحاجة انا افتكر انه الدولة السودانية الان محتاجة لا لقيادة الغيادة دي بنصنعها كيف بنصنعها بيوم ابتدام بيوم تسعة عشرين يوم تسعة عشرين انا وكات نظرية خاصة الناس تقعد في بيوتا ما في الزوم نطلع ولا نحرق لساتق ولا نترس اي حاجة الناس صايمة الناس صايمين ما تودوا الشباب ديل يطلعوا يترسوا نحما اللي نشدوا جذب فارق الغيادة العامة دي ماشيت الاسر الشهداء ديل ماشيين يفطروا الموضة نسختوهم ع كل مدن السودان الموضة تمت دراسته لانه السودان كله اسر الشهداء اللي هما شهداء اللي يمثلوا السودان كله ويكونوا في كل الساحات مثلا اتفقتوا على دا رغم انه انا ما متفق اصدر الغيادة العامة دي ما يكون فيه شي غير رموز لجندي مجهول تتقلع المحل دي تتحول لمستشفى اطفال وبحاولة كاتل في دا محيت ما حصل تنسيق والناس بتنضرب الشعوب السوداني دي ان ضربت ويتنضرب في مزالة عدم التنسيق واصرار البعض في انه يتخذوا غرارات منفصلين أسر الشهداء انتم ما يعني ما خلاس الناس ممكن يتخذوا الغرارات في كل اتجاه لانه الشهد الذين زي ما قلت وكاريرينهم حقين السودان كله الذين هما حرارون من عبودية العبيد لعبودية رب العبيد ومصير جدا على وجهات نظري ان الناس تبغى بالبيت في كل مدن السودان مش في قرضو نرسل رسالة وبعدها نجدد الغيادة في السابق عفوا في السابق الغيادة كانت عن تجمع المعنيين و تمت ادارة باسود باب بيض تمت ادارة المسألة الى ان وصلنا مرحلة الصوت لا يشاهد